نعم بطبيعة الحال على المستوى العسكري أو الميداني تواصل أوكرانيا منوراتها العسكرية خاصة عند المثلث الحدودي مع بيلا روسيا وبولندا القوات العسكرية الروسية المحتشدة في تلك المنطقة على وجه التحديد تتوقع أوكرانيا أن يكون الغزو في حال ستتقدم روسيا لدخول الأراضي الأوكرانية فستقوم من تلك الجهة تحليلات المحللين العسكريين المحليين هنا في الصحف الأوكرانية تقول أن تلك المنطقة هي الأنسب لدخول أوكرانيا عفوا لا ننسى أن أيضا من أحد الأهداف المنورات العسكرية الروسية في تلك المنطقة أو في بيلا روسيا هي قطع أي إمدادات عسكرية قد يوجهها النيتو في حال ما كان هناك فعلا غزل الأراضي الأوكرانية وبالتالي فإن أوكرانيا تقوم بمناورات عكسية في محاولة لفتح هذا المجال طبعا في حال سيناريو الحرب نفذة على أرض الواقع على المستوى السياسي كان هناك احتجاج أو تخوف من قبل أوكرانيا اتجاه بعد الضربة التي تلقتها قرية لوهانسكا في الدومباس تقول أوكرانيا أو الحكومة الأوكرانية بأن المخاوف تكون بأن روسيا تريد تطبيق سيناريو أو دعاية إعلامية بأن القوات الأوكرانية قصفت تلك المنطقة وبالتالي فإن روسيا كانت ستتذرى بطبيعة الحال بأن أوكرانيا من بدأت الحرب أو الانفصاليون سيردون على هذه الضربة وبالتالي يكون هناك اجتياح روسي للأراضي الأوكرانية وهذا تعليقا على ما قاله قبل أيام عند لقاء الرئيس الفرنسي ماريويل مكروه مع نظيره الروسي قال بأننا لن نقوم أو لن نكون جهة أي تصعيد وبالتالي فإن المناوشات بين الانفصاليين والجيش الأوكراني قد تكون هي الشررة هناك أيضا مخاوف على المستوى الاقتصالي محاولات من أوكرانيا لاجتذاب مساعدات مالية هناك محاولة لجرب عشرة مليارات يورو عمليا لدعم أوكرانيا خلال الفترة المقبلة ربما تكون حصلت على نسب المبلغ هناك مؤتمر مانحين عمليا لأوكرانيا سيقام خلال الفترة المقبلة بدعوة من الاتحاد الأوروبي ترجمة نانسي قنقر